أعلنت وزارة البيئة إطلاق الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء والتي تستهدف الترويج لمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئي جديد أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن ملف المحميات الطبيعية يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لأهميته وبالتالي يتم تطويرها وإدارتها وفقا النظم العالمية للحفاظ عليها وتعظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصون ما تزخر به مصر من تنوع بيولوجي بما يدعم البيئة والاقتصاد القومي بجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع سياحة البيئية بما يتضمنه من أنشطة متحددة فكرة الترويج للمحميات الطبيعية بمفهوم السياحة البيئية بنتطلقها دلوقتي مع بداية أجازات نص السنة من جوا قاهرة الجديدة إحنا من سنة ونص أطلقنا أول حملة في جنوب سيناء من راس محمد النهاردة بنكمل الترويج ده من خلال مكان موجود جوا محمية الغابة المتحجرة المحمية دي كانت زمان عبارة عن غابة ومع التأثير بتاع تغير المناخ والجو ابتدى يبقى فيها حجارة الأشجار تحولت لحجارة في قصة لازم ولدنا يفهموها ونحكيها لهم بس لو جموا لقوا المكان فاضي مش هيقدروا أنهم يستمتعوا النهاردة بنطلق حملتين تابعين لوزارة البيئة ضمن فعاليات إيكو إيجيبت أول حاجة هي حملة اسمها إيكو ساو سيناء اللي احنا فيها بنروج لمحميات جنوب سيناء بشكل بيئي مختلف يعني الناس كلها عارفة جنوب سيناء يعني شرم الشيخ احنا بنحاول أن أقول لهم هي بش بس شرم الشيخ عندها خمس محميات في جنوب سيناء ممكن تعيشوا فيها لغاية 14 يوم ما بين السياحة البيئية والمجتمعات المحلية وما إلى ذلك تستمتعوا بالمناظر الطبعية تستمتعوا بضيافة المجتمعات المحلية أكلهم شربهم طرارتهم ثقافتهم مزكتهم احنا عايشين أصلا في محميات نبك وجينا هنا بالتعاون مع وزارة البيئة عملنا حاجة كده هدفها ترويج السياحة في سيناء هي جزء من الخيام والجعدات البدوية الموجودة في سيناء مع الأكل والتراث السيناوي